افتتحت وزيرة وتخطيط والتنمية الاقتصادية وعاون الدولي راني المشاط ورشة العمل الخاصة بتقييم منتصف المدة الاستراتيجية القطرية المشتركة للتعاون الانمائي بين مصر ومجموعة البنك الافريقي لتنمية 2022-2026 واستعرضت الوزيرة خلال الورشة نتائج الشراكة مع البنك الافريقي للتنمية خلال العامين الماضيين حيث بلغ عدد العمليات التي أسهم البنك في تمويلها خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2024 نحو 14 عملية للقطاعين الحكومي والخاص بقيمة مليار و460 مليون دولار من بينها 6 عمليات للقطاع الخاص كما استعرضت الوزيرة برنامج الحكومة الجديد للفترة ما بين 2024 وحتى 2027